بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة ليست مجرد فوز في مباراة ولكنها رسالة بل عدة رسالات إبراهيم أهلا بك يا مهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة 8001 من ملك وكتابة حلقة الاثنين فيها كتير من الرسائل المهمة زي ما المهندس عدلي أشاره أكيد هيكون فيها تفاصيل مهمة لكن خلونا نشوف أبرز ما فيها من عنوين مقالي ومقاله عيني عينك وفي الغربال المنديال يسترد المنطق لكن بعضمة لسانه أنت تاني يا كابتن والشموع الحمراء عن أحمد حشمة باشا وفي أسرار الملك سيد صالح وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن رسائل كتيرة في مجرد مباراة فوز النادي يعني اليوم ابتدى كويس وفوز الأهلي على الزمالك ألفين وخمسة أعم ألفين وستة نشئين الكورة ستة إلى خمسة ستة فوز مهمة أنا اتفرجت على شوت كامل وبعدين دخلت ريحت شوية عشان أهرب من النتيجة أيوة لأن الحقيقة الشوت اللي شفته سيطرة كاملة للأهلي وهجمتين جي منهم جو فعرفت بعد كده أن احنا كسبنا وكمان الإصارة في آخر ثانية ضرب الجزاء للزمان اكتضيع آه مخضرة ومعرفش مدى يعني تتحسي في آخر ثانية المهم لكن الجدارة موجودة في الملعب فوز بجدارة حلو وأنا بلبس بقى ونازل واحد 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 وشفت الجيمة التالت تقدم فارق ست ابناء في وقت من الأوقات للزمالك فجاي بقى يعني جيت لقيت مكسبنا الشوت ده بس تبعت بقى فوزز أهلي النهاردة في هذه المباراة يا أستاذ إبراهيم عدة رسالة وعدة رسائل هو فوز على منظومة مش بس كانت بتدعم المنافس كما حدث فريق الرجال لا ده على حسابك ده بتدعمه على حسابك مخالفة كل الأعراف ومتصقة مع اتحادات كتير بقى اللعبة على المكشوف اللعبة على المكشوف الأهل بيكسب الزمالك اتنين واحد في ناشئة كرة القدم ثم ناشئات الطائرة أيضا بيفوزنا على الزمالك في دور المرتبط تحت 14 سنة 3 صفر لكن الفوز الكبير فوز بطلات كرة الطائرة في صالة الشهداء على الزمالك 3 واحد ايه اليوم الحلو ده لما اللي كتبت ايه اليوم الحلو ده هي اللي كتبت الأهل مش عظيمة عشان بيكسب ده بيكسب لأنه عظيم تعرفوا ان الكلمات دي طالع من قلب مين طالع من قلب منا عبد القيعي اللي الحقيقة زي ما يكون بتقرخ وبتوسق لمثل هذه اللحظات المهمة جدا في أفراح النادي الأهل لأنه فعلا ايه اليوم الحلو ده وعد تكونوا فاهمين انه ده مجرد فوز مهندس عادلي قال ده فيها أكتر من رسائل لما تلاقوا مجلس الإدارة بكل رصانته وقاره وقيمته أستاذ العمري فارو نائب الرئيس النادي المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ محمد الجرحي عضاء المجلس وقفين بيسقفوا للبنات اعرفوا ان هم بيسقفوا للقيمة بيسقفوا للأهل بيسقفوا للأهل اللي اتخذ من الصالة دي أربع بنات هم أفضل بنات في منتخب مصر وفي النادي يتم إغراءهم بالمال وينتقلوا وييجوا النهاردة في أول مباراة يلعبوها في المكان اللي تربوا فيه وخالد مرسي وخالد مرسي مدير الفرح مدير الفرح فالبنات اللي بيغنوا للأهل دول بيغنوا لقيمة لأهل لروح الأهل المال ممكن يشتري كل حاجة بس عمره ما هيشتري لانتماء ولا الإخلاص ولا الروح ده مجلس الإدارة اللي راهن على روح الفانيلا الحمرة ولما خذ انتخاباته خذها كمجلس بروح الفانيلا الحمرة هو ده بيدفع عن الروح وبيدفع عن القيمة وبيسقف للأهل سيد زبراهيم الكابت الخطيب لما سؤل على اللي بيغادر النادي الأهلي بطريقة يعني المهم قال أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم دي كانت رسالة لمن بقي في النادي الأهلي أوعى تفتكر اللي بقائك في النادي الأهلي في حد ذاته مالوش قيمة وأوعى تفتكر النادي الأهلي يختزل في لعيب ساب ولا لعيب دخل مهو الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم صحيح هذه حقيقة هذه دمنا أنت سرقتها آه آه أنا سرقتها من من يعني هي هي مقولة تلخص عبقرية آه تلخص الكثير من الأمور آه فأنت آه لما بتشوف القتال والنضال أنك تكسب في الشوت اللي أنت متخلف فيه بست بناط عشان تقلب الماتش اتنين واحد لصالحك وبعدين تكسب آه الشوت التالت أنت هي الرسالة كده يا جماعة هو الأهلي ده ما يتسبش بصراحة وكل واحد سابه بحسابات ضيقة حتيجي لحظة وخصوصا اللي جواهم شغف النادي أنا عارف على الأهلي فيه بنتين جواهم شغف النادي الأهلي لكن الله أعلم باللحظة اللي خدوا فيها القرار وكان هذا الفوز مهم لأن حجم حجم مش حايز أقول كلمة يعني للأسف الشديد حجم التحيز من المسؤولين عن اللعبة ضد النادي الأهلي والصالح المنافس غير مسبوق غير مسبوق في كل حاجة فالحمد لله أن يأتي الفوز بمنبقة وأن الأهلي بيقول كل لاعب يمكن تعويده كل لاعب يمكن تعويده إلا قيمة النادي الأهلي لا تعوض ده كلام مهم جدا 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 يا جماعة كل لاعب ممكن تعويده لكن الأهلي هو القيمة اللي لا تعوض عارفين ليه لأنه أنا الأهلي أنا الأهلي اللي صاني العشرة عارفين يعني أنا الأهلي اللي صاني العشرة يعني اللي بتتمر فيه كل حاجة عايز أقولك على حاجة وإحنا على الباب داخلين كان خارج الصديق والزميل والمحترم الكابتن هيسم السعيد على حتة اللصان العشرة لأنه دير سالة بجد دير سالة لو هنحافظ على النادي الأهلي بالقيمة بتاعته هيسم السعيد يا جماعة المهندس عادلي جابه من غرفة مجلس إدارة نادي الزمالك يعني هو الرجل للأجيال الجديدة اللي ما تعرفش أو ما تبعدش هيسم السعيد كان واحد من أمر لعيبة كورت السالة في نادي الزمالك ومنتخب مصر انتخب لما حاب يبطل انتخب عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك لكن لما لحت الفرصة شوفوا بيقول لي عن نادي الأهلي لما جي النادي الأهلي حكى موقف وإحنا على الباب بتاع الاستوديو قال أنا لعبت مضيت في النادي الأهلي وسافرت مباراة واحدة للأهلي في طرابلس اتعورت في إيدي فهيغيب الإصابة هتغيب 9 شهور فقال أنا اتصلت بالأستاذ العمري فاروق عضو مجلس الإدارة وكان بيتابع نشاط الباسكت قلت له أنا بحلكم من نفسي خلاص أنا برفع عنكم الحرج أنا الإصابة هتطول ويغيب الموسم كله محتاج 9 شهور فالكابتن هيسم بيقول للأستاذ العمري زعل مني انت بتقول كده ازاي هو النادي الأهلي لما يمضيك عشان اتصابت هيسيبك بيقول فجأت الأهلي بيتحمل كل تكاليف علاجة طول الفترة لغاية لما رجعت عارفين اللي تمر فيه العشرة ده عمل إيه ابنه دلوقت عبدالله هيسم واحد من نجوم الأهلي في فريق المرتبط ومشاء الله عليه كان بيتكلم زي على ابنه وحبه للأهلي بص هيسم سعيد قصة ضمامه لنادي الأهلي مش تقلد أنت حتجيب عوض مجلس ده يعني دمت بس دي صفقة مش طبعا أنا سمعت سمعت أقوال متواترة إن هيسم كان يتمنى أنه يختم حياته في النادي الأهلي وإن والده كان دائما ينصحه يريد تختم في النادي الأهلي الله تم اللايحة بتقول هو بطل طيب ما يقدر يعني يقدم استقالته ويسترد حالته الصفة في خلال سنة يعني يعني يقعد سنة ما يقدرش يمضي في حتة أي يكمل في النادي فكمل في النادي عشان بعد كده عندما ينتهي تعقده ده يرجع يمضي للنادي لأهلي يربع أربع مواسم للنادي الآلي والصفقة ممتدة في ابنه ويرجعوا الدوري بعد ما كان غايب 11 سنة ما كنات متعودين على الكلام ده وهو زهقنا في عشيتنا هو في زمالك السلاسيات السلاسيات ابنه بقى إيه عل عليه واخد بالك هو كان يجيب فينا سلاسيات لأنه كان أمهر واحد في مصر يعمل سلاسيات المدش أنه بعد ما بطل وبعد الرجع اللاعب ولعب الألي دخل منتقم مصر ودخلنا الدوري وبعد كده ابنه يساهم في الدوري المرتبط بسلاسية لا بربعية لأنه من مشروع طوال القامة هو أطول من والده وابن 95 تقريبا والمشارة والمشارة بتاعه مش بتاع طوال قامة بيلعب كتر أظن فجيب ربعيات في المرتبط يساهم مع زميله في فوز النادي الأهلي بالبطولة ويعشق حتى شوف كلامه شوف كلامه سلس فال العشرة لا يقولك الولد من عشرته في النادي الأهلي من كلامنا عن النادي الأهلي أنا وجده بيعشق حسما النادي الأهلي عايز أقول نمازي زي كده هي دي تستحق أنها تبقى موجودة حتى بعد ما تبطل أنها بتدي رسائل مهمة جدا زي النهاردة كل البنات اللي اشترون دول ينتظرهم مستقبل مش النهاردة حياتهم القادمة هتبقى عاملة زي مع النادي الأهلي بإذن الله ده ده كان فوز مهم جدا 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 تلاتة تلاتة واحد على صالة الشهداء شوط الأول الزمالك كسب 25-19 رجع رجعت بنات الأهلي أو بطلات الأهلي الحقيقة يكسبوا 26-24-25-22-25-21 عشان يتصدر الأهلي الترتيب الدوري برصيد 21 وقت بعد 7 جولات في البطولة بدون هزيمة وحدة بدون هزيمة وحدة قيمة اللي حصل ده يا جماعة إن أنت عندك فريق يتخذ منه أفضل أربع أو خمس لعبات كلهم دوليات كلهم عنصف المنتخب الوطني والبعض يراهن على تخريب الفرقة والبعض يراهن على هنوقع الأهلي والبعض يراهن هنقف فرقة البنات هو كان تختيت لكده نفتقد لعبة الأهلي المهمين عشان هو تضعفه وتضيعه ويرتبك ولكن مين اللي يرتبك لكن الفريق اللي دخل موصولة الأخام القيسية وحقق كل البطولات المحلية والقرية كان أقوى من أنه يتأثر عليك استنى بس لحظة لماذا صلت الشهداء كان عليها ماتش للناشئات ها تح 16 سنة أهلي وزمالك فاز به الهدي الأهلي أيضا ولما سؤل كامتن حمد الصافي عشان يتعمل في صالة فصل طالب أنها تكون في الشهداء هو كان عايز يقفل على الفرق كانش عايز يغطرها ولا يخليها تتأثر ربما أحيانا الدعم الجماهيري بيجيب نتيجة عكسية مع لعيبة جديدة كان لها وجهة نظر كان هو صح فيها الماتشات الجاية هتحضر بقى الفرقة دي مع الحضور الجماهيري بإذن الله وتؤكد الجدارة ولكن كمل كلامك معلش أنا بقطعك لأن فيه حاجات مهمة بفتكرها يعني الفريق اللي البعض فكر أنه ممكن يخرب وممكن يوقع وممكن يقضي عليه الفريق اللي دخل موصوعة الأرقام القياسية العالمية كأكثر فرق القرى تحقيقا للألقاب القرية وتحقيقا لبطولة الدوري الفريق الملكات اللي زهب دول واخدين الدوري 38 مرة يعني فكرة دي أحد الأهداف يقف مصيرة هذا الفريق الذي دخل موصوعة فيأخد الدوري 38 مرة النهاردة اللي حصل مش سهل أبدا لأنه بالأربع لعبات اللي انتقلنا لنادي الزمالك ييجوا ويلعبوا في صلت الشهد اللي تربوا فيها واللي تعلموا فيها أصول الكرة الطيرة كانت رسالة الآن يكسب في فريق المرتبط تحت 14 سنة يكسب الزمالك ثلاثة وييجي الدور على هذا الفريق الرائع جدا اللي يسقف له مجلس الإدارة لأنه فعلا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة في اليوم الحلو ده المهندس عدلي قال لكم حافل بالرسائل زي ما يكون برضو الصورة بتكتمل لأنه النادي الآلي كمان مع كل هذه النجاحات الكبيرة والضربات الكبيرة اللي بتتحقق في ميزانية قياسية في تاريخ النادي ثم أيضا في عقود رعاية هي الأعلى في تاريخ النادي أيضا بيجهز الأهلي الهرم الرابع الهرم الأهلاوي الرابع فرع الأهلي في التجمع كابت المحمود الخطيب النهاردة حرص على زيارة هذا الفرع الجديد بعد ما الهيكل الوظيفي والعمال استلموا عملهم فيه وبدأ تشغيل دولاب العمل الوظيفي في التجمع عشان يبدأ يستقبل الأعضاء تبعا ودي فرصة يا جماعة لكل الناس اللي عايزت تلحق تعمل عضويتها في هذا الفرع الجديد الناس كتير بتسألني بقولهم الحقه لأن بعد الافتتاح هيترفع السعر الكابت الخطيب زار هذا الفرع وكان معاه المستشار سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة الفرع الجديد بيمثل طفرة إنشائية كبيرة جدا مبنى اجتماعي على مسطح ألف متر على أحدث مستوى في إمكاناته وفي الأساس بتاعته مبنى غرف خلع الملابس مبنى إداري مبنى الأكاديمية الكرة ملاعب كرة السلة وملاعب لكرة اليد والكرة الطائرة وملاعب كرة أيضا نجيل صناعي خماسي للأعضاء وملعبين نجيل صناعي كبار للأكاديمية بالإضافة لأماكن جلوس الأعضاء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وكافة الجوانب الخدمية شايفين أنتم كانت هذا الفرع اللي الحياة معمول بطفرة جديدة ونقلة نوعية فيها قدر عالي من فخامة الأهلي يعني حتشوفه حتى من من على البوابة بره والنصر اللي بقى بيمسل الشخصية الفنية المعمارية المهمة للنادي الأهلي لما تشوفه النصر من بره هنا النادي الأهلي ده هتلاقيه في الجزيرة هتلاقيه في الشيخ زايد أو هيتعمل كمان على بوابات الشيخ زايد وتلاقيه في مدينة نصر الشخصية الفنية أو الطراز المعماري المميز للنادي الأهلي وأصواره. والألوان. بألوانه وبنفس التكوين بتاعه. الحقيقة كابتن الخطيب حرص أنه يتفقد كل حاجة في الفرع. بصوا شايفين بيعين ايه؟ بيعين يعني الدهانات بتاعة الأبواب. عشان يكون الفرع جاهز على أفضل حالة لإستقبال الأعضاء الجدد وأعضاء النادي. اللي هم عمتا وعايزين يزوروا المقر أو الفرع الجديد. عايزين يقضوا يومهم وأسرهم. إيه الفخابة دي مش مانسة؟ طليق بالنادي الآله. طليق برضه أنك إنت بعضاء النادي الآله. طليق أنك بتقول لما أعمل حاجة لازم أبقى أنا ما تقارنش بحد. آه. يعني يعني ليه ما تقارنش بحد لأنك دايما بتستشرف المستقبل. إنت عايز الأعضاء تجيلك تشعر بسعادة وهي جاي على النادي بتاعها. تشعر بالزهو. تشعر بالتفرد. إيه. ليه النادي الآله مختلف. هذا الإحساس بينتقل أستاذ أبريم. بيتعمق جول بني آدم. إيه. أنا النادي بتاع حاجة تانية. إيه. فدي مش مش دي قيمة تجارية. إيه. ما يحدث من اهتمام براحة العضو. و اه. 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 افتخار العضو. دي ده أعمل أي التسويق على مستوى. مهما. من غير ما تتكلم. عشان كده الناس اللي بتس statement on القيم الصوقية والقيEM الإعلانية العالية للنادي الأهل يا جماعة النادي نمفرها لحنا بنتكلم على آه نادي فيه هذه القيم. وهذه القمم الغريقة لأنьوانا لما بتكلم على قيم شوفوا النادي على المستوى الرياضي ما بيهتزش ان انت تاخد منه افضل اربع او خمس بعيدات نادي حافل بالقيم اللي بيدافع عنها مجموعة من القمم اللي على رأس النادي بسقة الجماعة العمومية شوفوا النتاج العامية شوفوا في الرياضة المسألة وصلة في فين وشوفوا على المستوى الانشاية الاهل بيتوسع ازاي وشوفوا على المستوى الاقتصادي الاهل بيمتلك القدرة وطول ما انت بتمتلك القدرة محدش عندك القدوة والقيمة والقدرة طول ما انت بتمتلك هذه المقاومات لأ هتشوفوا المزيد من الانشاءات والمزيد من الافتتاحات والمزيد من التوسع اللي الاهل بيوصل فيه لكل مكان عشان يخدم الوطن الغالي مصر كل مكان انت بتروح له بتروح له برسالتك بتروح له باسمك بتروح له بأعضاءك بتروح له بتاريخك عشان تعمل هذا الانماء في هذه المناطق الجديدة الفرع واضح جدا انه دخل مرحلة التجهيز الكامل المجلس الادارة لسه محددش موعد لحفل افتتاح ان شاء الله تعالى يكون يليق بقيمة هذا الحدث وقيمة هذا الاضافة الكبيرة للنادي الاهلي انا بكلمكم فيه اهرامات اربعة اذا كان الجزيرة ولا مدينة نصر ولا الشيخ زايد ودي الفرع الرابع الكبير للاهلي في التجمع الخامس ودينا شايفين الكابت الخطيب بيبدو ملاحظاته على كل حاجة يعني التجول في كل مناطق النادي عشان يمسك لهم على الوحدة ايه اللي مطلوب اضافته عشان يكون الفرع على افضل حالة وافضل صورة شيء جميل ويعني مقناش قادرين ان ننتظر افتتاح هذا ال هذا ال يعني مش عايز اسميه فرع لانه كيان مقر حلو مقر هذا المقر يعني وعاوزين نشوف الاعضاء وهي دخلة وحجم السعادة اللي عندها وبإذن الله ينتشر النادي الاهلي في كل ربوع مصر وخارج مصر بإذن الله على هذا المستوى واكتر كمان اه انا بس يعني لماذا كان الحرص انا انا يعني فيه هناك ربط كان يجب ان اذكره على لعب المباراة في قاعة الشهداء على مطش الطائرة الطائرة اه لان كانت رسالة انكم تلعبوا على الروح بنتنا بنت الكابتن احمد سامي احمد سابت اه اللي توفاه الله من اقل من اسبوع تخيل الفرقة دي بتعيش هذه الاجواء اه فمؤكد ان ده اللي كان في زهني كمان اه الكابتن حمدي اه على نفس الملعب اللي كانت بتتمرن فيه من اسبوع اه اه وان هذه المباراة مؤكد هي اهداء لروحها رحمة الله عليه طيب الحقيقة برضو ما بقول لكم هي اليوم بدأ الصبح وشوفنا مع الصديق العزيز الكابتن اسامة حسني الاستوديو التحليلي لفوز الاهلي على الزمالك في الناشئين وهنا قد يتبادر للبعض هو يعني لفوز على الزمالك املة لا مش املة مع بنات الطيرا مش املة لكن في التوقيت ده هي رسالة مهمة حصل طبعا املة بكل التفاصيل اللي فاتت دي رسالة مهمة دي رسالة لكل الاتحادات التي لا تتدخر جهدا في منواءة النادي الاهلي حنجلها لكنه كمان في الكرة يا جماعة الرهان على المستابل لان انت حتى وانت بتكون فريق بالقوة دي انت بصص على المستابل قطاع الناشئين اللي البعض قاعد يتهم فيه كتير والاهلي ما بيكسبش ولا بيقدروا ابدا يبصوا على النتائج ولا يسألوا هي ايه حقيقة الموقف ده فوز الاهلي على الزمالك النهاردة اتنين واحد في 2006 البطولة الاهلي بيتصدرها بطولة الجمهورية حسام عادل سجل الهدفين حسام عادل خدوا بالكو يعني حسام وابراهيم لانه له اخوه التوأم في الفريق ابراهيم فحسام وابراهيم دول توأم جديد في صفوف الاهلي موليد 2006 عرف حسام ده اه اه انا بتابعه هو اخوه اي هو لعب مهم جدا على الجون وحافظ الجون وربنا مفقه زي ما انت شايف كل ماتش يعني هو يمكن يقترب انه يبقى هداف المسابقة اي كالعادة اي لكن انا بس عايز انصح ونصيحة اي لو لعبت بسرعة اكتر بسرعة اكتر يعني ساعة ما بيدوس على الكرة وروح ناحية الشمال يعني اول ما ترأسه دين تفتح ويوسف اسلام وعبدالله طاهر ومحمد رضا وفي الوسط هشاب مصطفى وابراهيم عادل ويوسف الجندي وعمر سيد معوض وفي خط اليجوم حسام عادل ومحمد احمد سعد شهرته شيبة شارك فارس الشافعي بدل محمد رضا ومازن احمد بدل يوسف الجندي وادم سمير بدلا من شيبة ومحمد طارق بدلا من عبدالله طاهر والحارس فتح مصطفى بدل من عمر كامل الاهل بالفوس ده رفع رصيده ل11 نقطة فاز في 3 مرشات اتعادل مباراتين اتعادل مع المصر 22 وفاز على وادي دجلة 6-0 وعلى فيوتشر 4-1 واتعادل مع بترو جيت 0-0 والنهاردة فاز على الزمالك 2-1 سجل الاهل 14 هدف في البطولة واستقبل 4 اهداف الفريق بيضم الجهاز الفني الكابتن سيد غريب مدير فني ومحمد حافظ مدرب مساعد وفتح محمد لحراس المرمى وعمار فتح ادار الفريق ومحمد ايمان طبيب الفريق واسلام عفتاح المعد البدني وابراهيم خاطر اخصائي التدليج على فكرة المباراة حضرها مستر مارس الكولر المدير الفني والكابتن سيد عب حافيز مدير الكورة ودول حرصين على متابعة معظم مباراة الناشئين الحقيقة طب ده مش رسالة اه طبعا رسالة هو يوم الرسالات الراجل ده مش جاي قضيها ولذلك انا عايز اقول الناس ما تمسكنوش بقى والنبي على الوحدة ده راجل مشروع صاحب مشروع وعمالين اتكلف في المشروع هو دي ترجمة المشروع قاعد بيشوف 2006 تم تخيل وانا اعتقد انه ممكن يكون لفت نظره على الاقل اربع لعيبة النهاردة هكتبهم لك في ورقة وتخليها في جيبك عشان لما تشوفهم في تمرين الفريق الاول مش عايز اكتسقفلي بس تبقى تصقف في كلامي بعد كده طيب عايز اكتسقفلي قطاع الناشئين والكابتن خالد بيبو والنتاج اللي ماشى لغاية دلوقتي لو هنتم متحايز للكورة ليه مش تبقى تذكر تشكيل البنات اللي كزبوا النهاردة هرجعلك للطيرة والبنات بس عايز اقولكم ما دومنا في الكورة السناد الاهلي 2001 فاز على الزمالك 2-1 الاربع مطشات دول هدية للبرامج الرياضية اللي بتتكلم على قطاع الناشئين الاهلي فاز على الزمالك في 2001-2-1 وفاز في موليد 2005 على الزمالك 1-0 وفي 2007 فاز على الزمالك 2-1 والنهاردة 2006 فاز على الزمالك 2001 ده التفوق الكبير لفرق الاهلي اللي كمان على فكرة على مستوى حتى الافراد لا في عدد كبير من الولاد الموهوبة اللي ان شاء الله يدعموا الفرير أول كبير صدر بريمزيز ظاهرة 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 تفوق الناشئين في النادي الاهلي على نظراءهم في المنافس التقليدي هي ممتدة لكل الألعاب الجمعية في البسكت حتلاقي كده في الفولي حتلاقي كده في كرة اليد حتلاقي كده رجال وسيدات طيب بصرف النظر اللي ممكن نحل بعدين فريق كورت اليد اللي أنا مش متابع نتايجه وإحنا على الهواء أين كانت النتيجة الموضوع ده هيحلل وحنبقى نقول لك وجهة نظرنا فيه لأن هذا الاجتساع على مستوى الناشئين وهذا الاهتمام والانفاق يبقى دور فين الحلقة المفقودة اللي دخلينا لازم نتطمن على الفريق الأول اللي لحد الوقتي مش مصدر لنا طمأنينة ده يمكن كل النتاج بتاعتنا أنت عايز تتكلم على بنات الطائرة إيه اللي لفت نظرك في التشكيل اللي عايز تقول أنت هتقولهم قول أسميهم ما صحقهم الناس تعرفهم من دول اللي عوضوا الغيابات لأهم أربع لعبات في الفريق طيب آية الشامي نادى وليد ماريم طارق الصغير دعاء الغباشي البرتوريكية ديانا كارولينا ماريم سابت نهال سامح شروق فؤاد زين العالمي سارة أمين مي غزال ماريم سروت آية خالد سلمة يوسف علياء هاني والبرتوريكية كارينة أوكاسيو يعني تقريبا تقريبا زين العالمي جاءنا السنة اللي فاتت يعني تعتبر دلوقتي لعيبة في النادي الإيالي بقى لها سنتين وكل من وردنا النادي الإيالي معدل المحترفتين اللي هو الفريق المنافس عنده زيه فأنت الحقيقة لازم كان يتقل أسميهم وتشكرهم وقول اللي شوية دماغه راعة تمين وشمال إلحق نفسك طيب والزمالك طبعا أشرك اللاعبات الأربعة المنتقلات إليه من الآلي واللي النهاردة واجهنا الفريق اللي تربوا فيه والصالة اللي لعبوا فيها وتعلموا فيها بقول لكم القضية مش قضية احتراف القضية قضية أن هناك من كان يراهن على إسقاط كرة الطائرة في النادي الأهلي بين الأنسات لكن ثبت أنه الأهلي أقوى من أنه يأثر تبطي رسالة ثانية أنت ما ذكرتهاش هي مش مباشرة بتمس النادي الأهلي ولكن بتمس كرة السلة ثلاثة في ثلاثة الثلاثة الذي حقق الميدالية الزهبية بنات النادي الأهلي وده كان إنجاز كبير أيضا للمنتخب الوطني اللي استطعنا فتيات الأهلي أن يقودنا منتخب مصر على الفكر فرحة دي في رباعية مش ثلاثية كمان وبطولة أفريقيا ثلاثة في ثلاثة بعد اكتساح مدغشقر في المباراة النهائية بنتيجة واحد وعشرين حداشر ليتأهل منتخب مصر بطولة العالم عشرين تلاثة وعشرين وأيضا كمان إلى تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس عشرين أربعة وعشرين الرباعي الأهلاوي سوريا محمد ونديني سلعوة وهالة مصطفى ورانيم الجداوي دول الأرباع أنا فرقت على الماتش ده تصور اللي فزنا لمصر بطولة أفريقيا وتأهلنا لكاس العالم وللدورة اللي لنبي تقريبا ما بيخرجوش من الملعب تقريبا ده يوم جميل جدا لم يقلل منه منذ لحظات خسارة فريق كرة اليد أمام الزمالك عشرين تسعة عشر فريق هدف واحد للبداية السيئة للبداية السيئة للبداية السيئة والظروف الصعبة فريق اللي قال النهاردة غايب منه أربع أو خمس خمس لعيبة خمس لعيبة منهم نسمى لهم شيء بدايل في أماكنهم كتير أي يعني عندك فوكس عندك لاشين عندك فوكس ولاشين يعني أنا عايز أفتكر الأسماء الغيابات الخامسة الحقيقة خيري خيري نجم المنتخب وخيري كان نجم الفريق في كاس العالم لكرة اليد ده خيري ده الواحده شغلانة لأنه ده البليميكر بتاع الفرقة فالحقيقة بقى كويس فريقون بس نخلي بأن ما نبتديش فرق ستة أهداف أبدا وبعدين نبتدي نخش في تعويض ونسيب النتيجة حارجة كده هي حتتلحق بإذن الله وأنا يعني أتوقع سيسة غايب كمان هشام سيسة غايب كمان سيسة ده يا خبره بيد سيسة غايب طيب هتقول لي بقى لا عموما هارد لك سيسة ده هدف الفريق هارد لك رجال كرة اليد وإحنا بلسه بنتكلم فيه بدايات الموسم فلتمنى تداروك لأن نسيقاتنا كبيرة في أبطال كرة اليد وشايفين السلة عاملة إزاي وقادي الطائرة فعشان أعتقد ده موسم أهلاوي جدا بامتياز يأكد أنه فعلا الأهلي أقوى من أن يؤثر عليه أحد هنطلع للفاصل وبعد الفاصل نتواصل أعلم بحضراتكم الجديدة وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي ماشي على هذا الوضع إنجازات رياضية تستند إلى مبادئ حقيقية ودفاع عامل قيمة تحرصها قمم رياضية وإدارية عشان تكون الخلاصة والأخد بالأشباب هذه الانتصارات الأهلوية الكبيرة اللي الأهلي دايما وأبدا بياخد في الأسباب اللي تؤدي إليها وبيحتفظ بالسمات الخاصة لشخصيته طول ما أنت بتحافظ على شخصية الأهلي ومبادئ الأهلي ونظام الأهلي ما تخافش على الأهلي لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله عيني عينك إيه؟ لا ما بقى الأمر على السحر يضي أمر عجيب جدا يعني يعني هنختب بالكرة لكن في كل الاتحادات تحاد كرة طائرة شفنا تحمله تحييزه وتصرفاته مع نادي الأهلي ورجال وسيدات وديني عامل إزاي قبليه كرة اليد اللي قعدت تتبني كل ما الأهلي يعوز لعيب عن طريق اتحاد الكرة يوجه كرة اليد يوجه إلى إلى نادي الزمالك ويطلع كابتن روبي يشكر الشام نصر عيني عينك إن هو واقف معنا وهو اللي جاب لنا حسن أداح هو اللي جاب لنا الدرع وهو وبيشكره عيني عيني لما كان مترشح عدوا في مجلس إدارة الزمالك عايز ينسيب له الفضل الراجل عمل كده بقى يستحق أنه يكون عدوا لكنه كان عدوا في مجلس إدارة الزمالك في اتحاد كرة اليد هي هي يعني لا أكثر منه ووصل الأمر الآن إلى اتحاد كرة السلة فيه إيه جماعة فيه إيه يعني ماشي عاقب الغلطان من النادي الأهلي ما نقولش لا أبس إنت ما بتعقبش الغلطان من الأندية الأخرى وخصوصا المنافس التقليق هو مش منافس هو يعني هو خصمك هو درباتي في كرة السلة مش هو المنافس بتاعك أي لكن هو مختصم يعني أنت وهو دربيات في كل الألعاب ما بيتعسبوش على حاجة أبدا كابتن مرعي لما بسق على التحكيم وهو خارج قالك ده بعض الماتش لما جيت كابتن عمر الجندي قالك ده لأ إزاي بعد ماتش إيه لأ ما حد شافه على فكرة إلا بيتفكرن بسامير كمونة ما خد بالك الله أعلم هو عمل إيه يعني يعني إنما عقوب على طول طب الراجل اللي شتم لعيب النادي الآلي والبودي لانجوش قدت إلى أن يتحسب عليه في ماتش الآلي ده ضيع فرقته لأنه كان كان متقدم فاضل خمس ثواني ومتقدم أربع بونت فالسباب التقده وخد تكني الفاول جيبنا بونت وعايزين سلسية جيبنا سلسية كسبنا بيها ولكن متقدم ثلاثة بونت وكسبنا بسلسية لكن ما أخدش عقوبات واخد بالك أنت يعني تحت كرة السلة يعني طب غير من باب التغيير يعني خليك ماشي زي ما أنت يعني ايه امشي بمسطرة واحدة لكن هكذا تدار الأمور وأنا أتي إلى الكرة لنرى العجب العجب الكرة ها طبعا الأهلي جمهوره بتعاقب بالكامل الذين حصلوا على تذكر لأنه اللي عرف يجبوا أساميهم الباقي دول مأزار كانوا دخلين بدون تذكر ومش عارف إزاي يعني وبعد كده يبان في الميزانية أن الأهلي بعد المصاريف حصته من التذكر مئة ألف جنيه لمثل هذه الأمور الانفلات وعدم السيطرة على المدرجات وأن التذكر مش محكومة ف ف فبص تلاقي الأهلي بيعاقب جمهوره شتم طبعا مين اللي قال جمهوره شتم نواب بورسعي ماشي قولنا الظرف ما يصحش إن إحنا نكرر إن جمهور إذا كان شتم أنا ما سمعت الشعني أقول إنه كان بيتقفل الصوت لكن ده اللي تقال وقتها نيجي في أحداث أخرى تفسر تفسير من أغرب ما يمكن هذا التفسير ينطوي على مخاطر إنك تيجي تقول لما تكسر الملعب ده نتيجة الحماس وإنك تواقف فوق الكراسي أنت بتقول للناس طلعت نططع الكراسي أنت بتشارع عنها بهذا القراءة هو يعني المنشآت دي مش تخص الدولة طب أقول لك حاجة حيقول لك أسلاك تتخص من التأمين بتاع النادي حلو قوي هو النادي اللي بشجعه ده مالوش حوق عندي إيه فكرة إنه فكسر الكراسي وبعدين هتختلط المشاعر الغضب أحيانا بفكرة الحماس كل دوري يطلع لنا مصطلح احتواء وبرتوكول والنهاردة حماس زايد يعني نعتز وبنحبه والحاجة يا عامر لكن والنبي اللي ما عندكوش كلام يخش الدماغ يعني أفهم ما تقولش ألفاظ اطلع قول اللايحة بتقول كذا ولأن ما عندناش ما يؤكد عكس الكلام أحنا طبقنا اللايحة نفهم لكن ما تقولش بقى ما تمررش ليس دور المسؤول أن يبر تصرفات الجماهير أنت بيجي لك تقرير ما جلقش تقرير من المراقب هذه هنا المأساة لو تذكر قلت لك وانا في لجنة المسابقات كانت مشكلتنا تقرير المراقبين الشيطان يذكر في التقارير ما بيجي لكش تقرير المراقبين يعني أحيانا تطمس الحقائق بتجاهل وبعدين مستندا أن اللايحة أنا باعتمد على تقرير المراقبين ما فيه فيديوهات دلوقتي فيه فيديو فيه لكن الحقيقة على فكرة حتى الوقوف على الكراسي في لايحة الاتحاد وشروط المسابقة من السلوكيات المرفوضة طبعا اللي بيعاقب عليها يعني الوقوف على الكراسي بغض النظر أنت واقف بتحتافل ولا واقف عشان تتفرج الوقوف على الكراسي نص اللايحة نفسه بيمنع ده أو بيحذر ده يعني انت واقف تغني ولا ترص بحيط البجعة تتفرج على كرة حماسك ده حيجريفك حتقول كلام وحتعمل تصرفاته يعني وبعدين أنا مش عايز زدي تفسير أو تبرير أن الناس تعمل كده ومتتحسبش وإلا كل المنشآت حتوبوا مهدد وأنا بالمناسبة بوجي برضو والله لجماهيرنا ما عليش يا أولاد بنتقل عليكم بس والله العظيم تلاتة الأهل اللي مالوه غيركم خليكم منضبطين على قدر الآلي عشان الناس ما تتلككش يا سيدي وتوقع غرومات عن نادي الآلي مش نقصين أو تحرمنا منكم مش نقصين استحملوا وفرحوا بناديكم وسيطروا أنا عارف ده كتير كتير بس في الآخر لو عملنا كده إحنا اللي حنكمل وحنكسب محدش حيقدة هديك شفتوا الكرة الطيرة لكن لنا المنظر الحقيقة اللي ما كنتش أحب أشوفه أبدا أبدا تدخل المسؤولين في مشاكل الأندية بره ما كاتبهم المسؤول من حقه أن يعالج إشكالات يستطيع أن يعالجها بس من ما كاتبه أي إنما وزير يستقبل لاعب عشان يجدد مش مفهومة أي مع اعتزاري واعتزازي بالدكتور أشرف صبح جدا يعني والدوافع التي دفعته أنا زاكي يعني كمان النائب اللي أنا أحترمه جدا وقرر أنه يبذل جهدا يعني مختلف شوية في كرة القدم عايز أزبط الدنيا لكن ما فعله إنه يتوجه تكلم على النائب أحمد ياب أحمد ياب أتوجه لنادي المحلة بنفسه طيب أنت النادي المصري يعني أنا أقولك اللي حصل النادي المصري عايز يقيل أو أقال إهاب جلال وقرر يعني طيب أنت نازل تسلم على اللعبة بتحفزها طيب أنت نازل مع المحافظ بتسقف لمين مش دورك المحافظ ده دي بلده وده ندي يعمل كده لكن ده مش دورك يا معالي النائب أنت لكل الأندية يا معالي النائب أنت مش هتروح تعمل كده في كل الأندية قبل مباراة الجميل يا سيد إبراهيم آه هو هو تدخل عشان يقول للأستاذ كامل أبو علي ما تعملاش مشاكل ما جاتش على بابا فسيليو المحلة الناس فرحانة بمدربها ما نجيش نئزيها في مشاعرها وتديله قرش زيادة خلى الراجل تراجع بابا فسيليو كده حيرجع ندي أو يستمر فيه عنده مشكلة فلوس دي مشكلة المحافظ يحلها مع النادي يعملها هنقول ده نادي المحافظة لكن لو المحلة وبلدية المحلة في الدور المنتج لازم يحل مشاكل الناديين مش نادي واحد طيب ايه اللي وديك عشان تاخد المدرب وترجع به وفي لقطة شعبية انت مش محتاجة لانه لدي دايرتك ولا دا مسئوليتك مسئوليتك ضمن مسئولية جماعية من ضمنها النادي القالي لا حقوق عليك انت راعد بتحفز فريق هيلعب النادي القالي بالصدفة الماتش اللي جاي يعني ايا كانت اسبابك الحقيقة انا مكنتش انصحك واقعاد بك على هذا التصرف واسمح لي على الاقل انوعاتب ونقول ربنا يصر على الاجواء المشحونة دي وتعادي على خير واذا كان لدينا جماهير هتروح اكبر قدر من ضباط النفس يا شباب مش عايزين حد يتلكك وكل واحد بقى بيشيل اربة استاذ ابراهيم اه هو حور لان الحقيقة ما بقاش عندنا كلام اه بالطريقة اللي بنحاول نسيطر به على الفاظنا شوية بعد كده الليلة بقى هتبقى هنعمل ايه تحكيم اعلام مسئولين اه استاذ ابراهيم ما في محافظ بلده تلعب امام الاهل ما بيعملوش كده ببيت الماتشاط اي ماه لو يعمل كده ببيت الماتشاط ده دوره انها ما تيجوا ادام الاهل زي ما كن الله هو الثلاثة بطو بتوع النادي الاهل هم اللي حاجبوا لك الدوري هم ماشي تعرف انت لو الثلاثة بطو دول حينجوك من الهبوط اوي يدي لك الدوري هم اوي هدف استراتيجي وقبل النادي الاهلي وما فيش الا الاهلي يعني ما عندكش ماتشاط تانية جاية اعمل كده مع الاهل لكن انت بتعملش كده مع المنفسين فالاهل الاهل يلعب دوري عادل بيلعب دوري على طول متوتر كل الناس جاي بأخرها وهي بتلعبه محلولة مشاكلها المالية عندها دوافعها بس كتابرنا الماتش ده وحلال حلال وبعد كده بنشوف ان الدنيا مش ماشية بنفس الميزان مع بقية الفرق ده يزعل ولكن هو بيزعلنا يخلينا ننبه من واقع مسؤوليتنا تجي حاجات كتير جدا جزء منها بلدنا جزء منها النادي الاهلي نفسه جزء من حبنا الجماهيرنا مش هايزين نحرمه من اي حاجة خلينا احنا نقدم النموذج والله ربنا بإذن الله لن يخزل من يخز بالاسباب المحترمة وان اللي يلجأ الى الله ربنا ما يخزلوش ده كان كلام مهم جدا لانه الحقيقة كل العلاقات ما بين او من الاتحادات الرياضية المختلفة سواء في الكرة وبنكلم على ربطة الاندية او اتحاد الطائرة او اتحاد السلة او اتحاد كرة اليد العلاقة الامور مع الاهلي بقت كده عيني عيني جايوة وما اعتقدش ان كل التفاصيل اللي المهان سعد لي سردها خافي على حد لكن في النهاية انتو بتتكلموا على عمود الخيمة بتتكلموا على عمود الخيمة الرياضية في مصر بتتكلموا على النادي الاهلي فانا اعتقد كل الممارسات او كتير منها من معظم الاتحادات المسألة ابدا مش سليمة مين عائل له مصلحة يتصرف كده مع النادي الاهلي في كرة القدم وبالعب فاينال بطولة افريقيا الاندية عشان يحرموا عامدا من ارقام قياسية ومن تأهل كان قريبا واشيكا ها ومن اسعاد الملايين من الشهر وانه يقترب على المستوى العالمي في مناطحة نادي ريال مدريد ويرفع من شأن الكور مصرية اللي مش لقي حد يطبطب عليها وياخد فرصة منافسة عادلة مش لقي حد يطبطب عليها غير النادي الاهلي الكورة بتاعتنا انت بأمرت ايه هي ما حاجة من اتنين يتحيص ضد الاهلي ودين صيبة يعشوائية ادارية غير مسبوقة والمصيبة اعظمه فما تيجي تقول لي والله احنا مفتقدين مصر في كاس العالم هي تروح ازاي تروح ازاي ده في الكورة طب لما نيجي النهاردة وبعدين يلعبك يلعبك كاس العالم الاندية ولا يقاتل من اجلك وانت كل فرقتك بتلعب مع المنتخب ويرجع لعيبة المنافس من المنتخب الالونبي عشان يلحقوا بفريق في مباراة ضد النادي الاهلي ايه يا جماعة في ايه يعني طب كده يعني نداري لا ما بندريش خلاص وان كان عاجبك طيب ده في الكورة لا حتى في الكورة لا استنى باس استنى في الفولي هدي انت شايف رجال وسيدات ازاي نوقف مسيرة الاهلي العالمية او الاقليمية على اقل طريقة على اقل تقدير الاقليمية انت كان بيتفاوض مع نص فرقة الاهلي وهم رايحين يلعبوا بطولة افريقيا يعني الكابت الخطيب بتكرم الرجال والسيدات ويطلعوا المطار وهم بيتفاوضوا يسيبوا الاهلي دولي يكسبوا ازاي افريقي لا اول مرة يخسروا من فرقة كينيا بقالوا كم كذا سنة في الفاينل طبعا ما فيش حوافز وان كانش يعني ما قدوش بعضهم ما قداش بأمانة طبعا سايب الفرقة النهاردة اللي بيحصل على حساب مصر الرانكينج ترتيب مصر في كمتخبات وكأندية مين اللي بيحطك في المكانة ديمة والنادي الاهلي كورت اليد لو سايب الامور طبيعية كان النادي الاهلي خدف في نفس المنطقة حتى في كورت القدم النقطة اللي انت اشرت لها باش مهندس هو لما النادي الاهلي يحرم من الفرصة العادلة والله الفرصة العادلة انه يلعب فينا على ما لعبه اللي الاتحاد الافريقي بيدي له هذا الحق يعني الاتحاد الافريقي لما بعت للاندية عايزين تنظموا الاحداث دي من ضمنها نهاية دورة ابطال افريقيا وانت بتحرم الاهلي من هذا الحق العادل اللي افريقيا كلها حتى اسرة الكاف استغربه متسب ده لما تكلم قالك طب هعمل ليه للاهلي مهام مصر ما طلبتش ما طلبتش اه اعمل لكم ايه انتم متخيلين انه سيد وزير الشباب والرياضة لما يشكل لجنة رفيعة المستوى بين سادة مستشارين في الوزارة مشكورا اللجنة تحدد الخطأ فين مين اللي ظلم الاهلي ومين اللي جاء على حق الاهلي انه ينظم يلعب الفاينال في ملعبه في جمهوره فيتتحدد المسئولية ويشار اليها بالادارة التنفيذية وما فهمناش ابدا هنا ان ازاي تقرير اللجنة من السيد الوزير انه هو بيوصل الاتحاد الكرة بالتخاذ ما يلزم عمر محد قال في الادارة الجهة العليا بتوصل لتحت منها شروط العمل ايه شروط العمل ايه انت بتطلب فيشو تشبيه ليه عشان تطمئن الى ان السلوك القوين لما تكتشف ان واحد دلس عليك يا معايل الوزير ده دلس عليك عسوه ما بعتش جواب زي ما هو او ما بعتوش خالص فنقول اهمال ده شال ده ده شال البد الوحيد اللي يخليك تقوله طب تطلبه عشان نقف معناه دي لما لجنة رفعت المستوى دي تحدد المسئولية اللي شكلها سيد الوزير اتحاد الكرة يضرب بالتعرير الوزارة عرض الحائط لسيد الوزير تابع اتحاد الكرة وقال له عملت ايه في التعرير اللي انا بعتهولك بشأن النهاية بتاع النادي الاهلي محدش سأل لكن الغريبة والادهش والادهة واللي زاد الطين بيلا الحقيقة انه بعد كده قريب من كام يوم كابتن شوبر بيسأل السيد الوزير قال له ما خلاص الناس نسيت شفتوا الامور ممكن تدار ازاي ما خلاص الناس نسيت منتقى المسئولية الحقيقة عيني عينك خلاص الناس نسيت اعتمد ان الناس تنسى طب انت بتصبت الحقيقة ضدها ازاي سيبك من حقيق الاهلي ايه اللي انت بتضبط به الاداء في الوسط الرياضي عندنا كل مقاومات لان عندنا موافل الالعاب الفردية على فكرة محدش يقول لك انا صاحب الانجازات دي كلها عمل اندية ومبادرات من اللعيبة نفسها اللي بتكسب البطولات طبعا هو انت بتدلهم مناخ يفرز ايه ما احنا بنقول اهو حد يرد علينا المخطئ مش المخطئ المدلس يكافأ راجل بيشيل بند هو من السمع البصل بيسافر بيروح مع سات وبيتفاوض وبيطلع لسانه اللي ان كان عجبكم ازاي يعني ايه ده وبعدين تيجي تقول لي مصر مش في كاس العالم ليه يا اخي ده ربنا ما يبارك لناش حتى بالطريقة دي البركة بتروح حتى يعني اذا كان هناك فرصة عشوائية انك توصل فينال ضربات جزاء اللي بيضايع عندك ضربات الجزاء اللي توديك كاس العالم امهر اتنين في الفرقة في ضربات الجزاء امهر لاعب في العالم محمد صلاح وامهر لاعب في مصر في ضربات الجزاء يمكن ما ضيعش ضربات الجزاء غير مع المنتخي دي دي مش رسالة كان يجب ان تتوقف امامها هو ربنا ليه ما كرمناش ليه ما كرمناش وضربات برتين مرة في في فاينال افريقيا ومع نفس المنافس ومرة لان برضو يمكن ربنا الرحيم بينا استاذ ابراهيم كنا هروح نعمل ايه احنا بنروح نتكلم في حاجة تادية غير غير تحملنا للمسئولية احنا روحنا كاس العالم عشان الناس طوع تتكلم هي الدنيا كانت سدحمة داع وانا ما كانتش تدحمة داع وكاس الأمم اللي عندنا اللعيب اللي تضمنت معا اللعيبة عشان عمل فقالوا لأ ما يمشيش بعد القرار مصادر من رئيس التعايد انه يمشي وبعد توصية مدير المنتخب هابلهيطة انه يمشي واللعيبة تفرد كلامها اي نظام ده اي نظام يفرد انا بكلمك في كل الملامح التي لا بأمارة ايه من ضمنها انك بتحارب الكيان الوحيد اللي بيحاول يمشي كده لا عليه متؤخرات ولا عليه مستحقات ولا في حد شكيه ولا ولا ومستكمل كل مقاومات الرخصة السليمة والمشاركات السليمة وبعدين ما بتتدمعوش في اي حاجة ابدا ولا حتى ياخد فلوسه من الرعاة مش ياخده مؤدم لا ده نعايز مؤخر حقوقي لازم في مراجعة مع النفس لان يا جماعة مع التاريخ برضو في يوم ما حيرجع كده ويشوف الاحداث دي ويستغرب ان احنا كنا النادي الاهلي في المناخ ده عامل ايه ان يستخسر النادي الاهلي موسمين ورا بعض الدوري باسلوب تحكيمي غريب ده النهار ده يا راجل لما بتاخد حقك ضربة جزاء سلاسية فاتت الاولى والتانية ولما تحسبت الثالثة اللي فيها مسك صريح يطلع لك ناس يشكك ايه المنهجية والعبقرية دي ايه الاتفاق ده ايه اللي انتو بتعملوه ده حتى بتستعمان يا هرم لا ده بيستعمك قوي ده احنا كده مش شايفين الهرم فعل هرم الاخطاء هرم الحقوق هرم التنافس الشريف يا أستاذ ابراهيم ماش عارف اقول ايه الامور كده عيني عينك هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهل طول ما الاهل رغم كل هذه التحديات وهذه الصعوبات وهذه العرقيل حاطت قدامه هدف واحد واضح وصريح يتفوق رياضيا يخدم بلده على افضل مستوى ويمثل منتخبات بلده ويقدم للمنتخبات الوطنية افضل واكفى العناصر هو ده الاهلي وده خط الاهلي لكن يبقى كلام كثير بعض متلسان انت تاني يا كابتن كابتن جمال عبد الحميد الحقيقة يعني ما صدقنا ان احنا وضحنا صورة خروجه من النادي الاهلي واسباب خروجه من النادي الاهلي صحيح ما وقفناش عند الكلام اللي قاله كابتن محمد عباس او الاسباب اللي خارج الملعب وقدت الى هذا الخروج لكن اعتقد انه كان لنا مداخلة مهمة مع كابتن عبد عزي عبد شافي حسم فيها الامور لانه وقتها كان مدير الكرة وقال الحقائق كما حدثت بالزبط ما صدقنا ان احنا افلنا هذه الصفحة وقلنا ان كابتن جمال عبد الحميد دلوقتي في نادي الزمالك بعد ما كان لعب كبير هو دلوقتي عضو مجلس دارة او مش عضو مجلس دارة الله اعلم ما دي الحاجات برضو اللي مش واضحة يعني الوزير هل اعتمد وجود جمال عبد حميد عضو مجلس دارة في نادي الزمالك او لا ده مش معلوم ومش معلن حتى على الاقل لكن ما علينا في النهاية يبقى كابتن جمال عبد حميد نجد منتخب مصر ونادي الزمالك المعتزن الحقيقة الراجل ما بيسيبش فرصة الا لما يسجل ملاحظاته على اسباب تفوق الاهلي اسباب تصدر الاهلي للدوري من وجهة نظره ايه الاهلي تعملت له قرع فصوصي نسمعه ونشوفه المنطقين علشان الناد زمالك ما يخدش بطولات احنا اتفقنا مع بعض وروحنا سافرنا وعادنا في مركبة ونتفق ان لا 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 ما ينفعش الزمالك والاهلي الزمالك ياخد دوري وكاس مردتين ومن النادي الاهلي ما ينفعش لازم نتفق ان النادي ده يقع بأي طريقة بيه بقى حتة القرعة القرعة بتاعت الدوري والكاس نجي للقرعة الدوري خد اول خمس ماتشات سموحان مصنف سيراميكا مصنف بيراميز ثاني دوري ومصنف رقم واحد انبي مصنف المصري انت لعبت مبارح مصنف ادي خمس اندية في الدوري يخسر له حوالي مثلا ستة بوند سبعة بوند يبقى كده احنا لونا دراعه وكسرناه واطعنا دراعه كمان في خمس اول خمس ماتشات في اول خمس ماتشات طب نتجي بقى للنادي الاهلي نقول له بقى نتجي له ايه الاسماعيلي كان ينفس على هبوط وعاد بنقطة اسوال لسه صاعد الداخلية لسه صاعد انا مش عارف نقول الورعه دي يعني انا لو عملتها بنفسي انا عملتها بنفسي النادي الان اهلاوي لا دا لو الاهلي عملها بنفسي لو الاهلي اهلاوي وعملتها بنفسي النادي الاهلي مش يطلعه كده هتكسب اطلعها كده فرقة كويسة جدا رابع بس ماشي المدارب علشان نتلع رابع فاذا الاربع فرق الاولين السعادين فكده الاهلي ياخد كل اللبناط فكده نوقع الزمالك بقى ضمالنا الدوري طب لا طب الكاس طب الزمالك لازم يطلع فلوس الكاس طب نتجي له مين اول ماتش نتجي له سهل عشان ما يكلموش علينا بقى زمائي بقى دوري وكاس نتجي له داخلية نكسبها بالعافية نتجي له اسماعيلي اللي هو عايز بطولة بقى عشان يراضي جماهيره النادي الشعبي الجميل نتجي له المصري ونتجي له بقى الثاني في سكاته البيرامدز عشان ما يقع من اربع فرقة دولة يبقى احنا ضمنا الاهلي يعدي كل الفرقة دية وياخد الكاس وياخد الدوري مع السلامة بقى زمالك طيب كابتن جمال هي القرعة اتلعب في القرعة اتلعب في القرعة قالك الاهلي يحطوله اول خمس ماتشاط سهلين مع اندية تعبانة من ضمنها الاسماعيلي هو كده ذكره قالك الاسماعيلي المهدد بالهبوط والزمالك يتحطوله خمس ست اندية يخلصوا عليه اسماعيلي المهدد بالهبوط اللي هو لعبه اول ماتش وقاله بيشتكو ويقولك ازاي تعمل قرعة وبرده كانت موجهة انك بتحطوله الاسماعيلي طب هقولكو بالمنطق بالمنطق كده وبالهدوة خلينا نقول بس ماتشاط الزمالك يا كابتن جمال لان الحياة انت برضو مصمم تحط نفسك في مواقف بايخة ابو اخوينها مفيش الزمالك كابتن جمال بيقولك ايه يحطوني بيرامتز المصنف طب بيرامتز فعلا مصنف بس مين قالك ان انت لعبت بيرامتز انت جبتها ابنين ما انا بقولك مواقف بايخة اوي انت بتجيب كمال وكن ده دوري لوحده بقولك وحطولي سيراميكا المصنف طب سيراميكا ترتيبه كان الاربعتاشر جبت التصنيف ده ابنين مع الاحترام لكل الاندية لكن شوفوا التصنيف اللي كابت الجبال بيتكلم عليه قالك حطولي بيرامتز وبهين الاندية يا سيد زبراين ما حطولكش بيرامتز حطولي سيراميكا المصنف سيراميكا فانش 14 يقولك حطولي المصري والمصري المصنف المصري 13 جبت التصنيف منين برضو سموحة سموحة السادس انبي التاسع لكن الحقيقة النقطة بقى طب هو انت السنة اللي فاتت اللي زمالي خادت دوري الاهلي بدأ مع مين الاهلي بدأ الموسم اللي فات اول خمس مطشات لعبة على الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك ثم المقولين ثم غز المحلة في المحلة اه فين بقى الخدمة اللي تعاملت للأهلي ولا فمصر مش عارف فين الخدمة اللي تعاملت للأهلي لكن كمان على فكرة هما لما حطوا الجدول كانوا عارفين الاندية هتبقى مستوى عامل ازاي ايه ضرب الودع وعلم الغيب اللي خلى الحاج عبر حسين وهو بحط الجدول عنده ثنجان قارف فيه الفرقة هتعمل ازاي تعرف ان الخمس مطشات اللي جايينها كابتن جمال اللي لالا يلعبهم وراء بعض كلهم سبقين الزمالك في الترتيب السنة دي يعني ازا كان هيلعب المطش الجامع على المحلة ثم الاتحاد ثم فيوتشر كله دول سبقين الزمالك في الترتيب هي فين الخدمة للأهلي لكن النقطة الغريبة والعجيبة البيخة قوي بجد ان الكابتن جمال استخدم الاسماعيل مرتين لما الاسماعيل الأهلي يبدأ به الدوري قال لك وحطله يبدأ بالاسماعيل اللي كان مهدد بالهبوط وفريق واقع لما جي يحسب لنفسه مشوار الكاس قال لك حطونا في سكتنا الاسماعيلي اللي كان متعطش وعايز بطولة بأي شكل يعني الاسماعيلي لما يواجه الزمالك يبقى الاسماعيلي ده الفريق الكبير اللي عايز ياخد بطولة لكن الاسماعيلي لما يواجه الآله ده الفريق المهدد بالهبوط نفس الفرقة شوفوا المنطق لا هو أقول لك بقى المنطق ده هو عتف تكره انه عشوائي ده اللي مدروس بقى اللي مدروس انك تمشي تضرب في السوابت والحاجات الواضحة جدا دايما كل حاجة تقول عكسها ويجيب سرط الأهلي هجوم مستمر بكل قرار يتاخد وكل شيء يتعمل لازم يبقى انه صالح الأهلي وانه زمالك بيعمل معجزة يا أخي انت لو بتعمل معجزات قول لي السبب انك انت الراجل بتاع معجزات ولي بأمرت ايه انت بتتساعد يا حبيبي انت بتتساعد وبعدين لما وصل الأمر بهم وعدم الحضر انه بيتعمل الحكام بقبول راشهم من نادي الأهلي عيني عينك بصريح العبارة الناس دي يعني مش مش عايشة تعالف الزمالك أستاذ إبراهيم ما زلنا ماشيين في منهجات كيف نوقع بالنادي الأهلي وانت كل الظروف معاك اوعى تقول الاستقرار استقرار استقرار انت عملت بتلوين الحقائق بدعم من كل الاتجاهات طيارات وقفة تدعمك اعلامية معايير الحساب لا تطبق عليك حتى مشاكلك المالية بتتحل بسم الله ومشاء الله ايه اللي انت فيه من عدم استقرار ايه الربط ده بد الشخص والكيان الى هذه الدرجة هو ده اللي عدم استقرار لما تربط الشخص بالكيان يبقى انت غير مستقر لكن لما تطلب الكيان بالسيستم بالنظام هو ده الاستقرار فانت حر مش هيقولك انت شايف كده اعمل كده استاذ إبراهيم ده هم بيدربوا قضية نادي القرن في مقتل ها بلسانهم اما يجي وقولك ايه النادي الزمالك دلوقتي ايه يعتبر ميلاده من الان ايه اشطب بقى كل الانجازات اللي فات بتتكلم في ايه بقى مش كده مفيش حاجة حصلة قبل كده يبقى انت بتتكلم في قضية مش موجودة انت بتتكلم لمجرد اللغو انت شايف اني نديك اللي على مدار السنين ايدي يحتفظ بكتلة شعبية محترمة ويحقق بطلات ويحقق بطلات في ايد ناس ويقدم نجوم مختلفة انت بتلغي كل ده ما تتكلمش في حاجة بقى غير من اللحظة اللي انت عايز سعترف بيها وكل ما سبق هو مش مزبوط مش صح طيب كابتن جمال انت من حققك تشتيك من ظروف الزمالك ومن حققك تقول ان القرعة ظلمت الزمالك حتى وان كانت قرعة صريحة حضرها مندوب الاندية بما فيهم مندوب نادي الزمالك يعني ده طعن في يقزة الرجل اللي موجود والناس اللي بتسحب القرعة لكن هل من حققك انك انت تستهين بالاهلي بهذا الشكل هل من حققك ان انت تصنف الاندية بهذا الشكل هل من حققك تعتبر الاسماعيل الفريق تعبان وواقع لمجرد انه هيبدأ مع الاهلي بينما لما يلعب مع الزمالك في الكاس يبدأ فريق بطل وعايز بطوله عشان كده هو بقول للقرعة موجهة هو بقول للقرعة موجهة طب هنا موجهة وهنا مش موجهة ما انا بقول لكم دي فكرة دهز المنطق ازاي يدوس على المنطق ما فيش اي منطق ما فيش منطق ويقول لك ايه حطولي ده المصنف المصنف من وجهة نظرك انت فريق ترتيبه ال14 وال15 انت اعتبرته مصنف ثم سرقت المباراة بيرامنس قالك حطولي بيرامنس وانت ناس ان انت ملعبتش قصة مع بيرامنس بان اللي لعبتش انفتت معا قبليك ده استخدام للأسماء علشان توحي بالفكرة النهائية اللي عايز تنتهي اليها الى انه الناس بتخدم الاهلي والناس بتخدم على الاهلي ومعرفش الناس دول كانوا فين وانت بتاخد الدوري سنتين ورا بعض الله اعلم بيهم ودلوقتي عندك الناس اللي بتاعترف انه بتقول تستمع لقبل اللي فاتت كانت اهداء لنادي الزمالك والاحسين لبيب ده الكلام بيتقال هم لما بيختلفوا مع بعض بيمساحوا الماضي ما تجيش تقولي بقى طب انا اقولك حاجة السنة اللي فاتت هو كان حيطلع من مين في الكاس وكسب الاهلي في الفاينل خلاص طب ما كان حيطلع قدام اصوان اصوان اهضارت ضربتين جزائي لو جابتهم كان نطلع صح ولا لا اللي هو مستهين بيها السنة دي مفيش حاجة هو كاس العالم اصداد ابراهيم كل الفرقة اللي استهانت باسيا وافريقيا طلقت منها زي كل فرق المقدمة في العالم مفيش فرقة ما خسرتش وما خسرتش من مين من اسيا وافريقيا انت دلوقتي كاس العالم بمصوال حقيقي بدأ من دور 16 اللي هوان هو كاوي اه والنهاردة اليابان عزابت كرواتيا اه وخرجت ضربات ترجيح ما تجيش تقولي بقى مصنف مش مصنف وبتاع كرة القدم اخلاص ومجهود واستعداد واحترام للمنافس اللي انت مش قادر تحترمه طيب كل حد بيحترم دماغه وبيحترم عقليته بيحترم معلوماته استغرب او دحك من اللي قاله كابتن جمال عبد حميل ورد عليه الزميل محمد شبانة نشوفه كابتن جمال عمل التصريح غريب جدا اولا كابتن جمال قال الاهل اللي قدام لإسماعيلي اللي كان بيهرب من الهبوط واصوان اللي لسه صاعد والدخلية اللي لسه صاعد لو الاهل يعمل القرعب نفسه مش هتطلع كده احنا بنلعب مع فرق مصنفة زي سموحة وزي سيراميكا وزي بيراماتس ده كلام كابتن جمال عبد الحميد مش كابتن جمال قال انه الناس راحة ديك بتمركب وقعدت تخطط للقضاء على الزمالك وانه ازاي الزمالك يخسر كل حاجة كان كاسبانها الفكرة النظرية انه انه الزمالك هناك من يخطط ليه اقصاء ومن على قمة الكورة المصرية في الاخر دي قرع يعني وبعدين انا مش عارف انا لو جبت ماتشات اهلي وزمالك اول عشر ماتشات للأهلي اول عشر ماتشات للزمالك تعالي مشوف الزمالك كان عنده سموحة كسب سموحة كان عنده سيراميكا كسب سيراميكا كان عنده بيراماتس الماتش تأجل كان عنده امبي اتعادل مع امبي معاني امبي السنة اللي فات كان حالته صعبة جدا والسنة دي حتى في المركز الاثناشر يعني من الاندية لو احنا بنفس منطق كابتن جمال امبي فارق مطرق المصر السنة اللي فاتت لغاية نهاية الدوري يمكن مفنش الدوري في الستة اللي تحت او السبعة اللي تحت يعني يعني لو جيت تبص الملصات اللي بعد كده لقل عنده غازل المحلة ده غازل المحلة ده تاني الدوري وبعدين عنده فيوتشان ده فيوتشان تالت الدوري وبعدين عنده فارقو تامن الدوري وبعدين عنده سموحة زي ما زمالك لعب سموح وبعدين عنده سيراميكا زي ما زمالك لعب سيراميكا وبعدين عنده بيراميز مفترض كان يلعب برامج وتأجل يعني هل هذه المباريات بالزمة في حد يقدر يقول أنه تلعب فيها على مركب بس أنا ليه بتكلم في الموضع دي اللي سببين أنه جمه الكبار الكلام بتاعهم مؤثر على الناس يعني الناس ممكن تصدق الكلام ده فلازم الكلام يكون موفق بص قال تقريبا نفس المنطق اللي انت استخدمته لأنه ده المطق اللي يقوله العقلاء اللي فاهميه واخد بالك لكن اللي عايزين بس يكسبه لقطات واللي عايزين يزويه يدلسه على الحقائق ها حيقوله كده ويقوله أكتر من كده زفين مازج كتير انت لو قلنا احنا لو مش إنا وراها والله العظيم تلاتة أنا مستغرب إزاي هذا الكلام بيقاه مش ميصدق إزاي الكلام ده مسبوح به إنه ترد على فكرة مش عارفين حجم الخسارة اللي بيخسروها أمام الرأي العام الزمالكاء ومش الاهلاوة ولا المحايد الناس اللي بتفهم الناس كتير جدا الوقت بتعملوا فينا كده لإيه بتعملوا فينا كده لإيه لأن كلام ولا حدوث يتقابل النوم تنفع إنه يتقال كلام من هذا القبيل يعني أرعة والكرة السخنة والكرة البردة والكرة إيه ده وهي قال روح يا سيدي قلت عايز سيكسا بالدوري مش هتلاعب كل الفرق دوري الله يعني هي توجهت لك السنة الفاتت واللي قابليها لما كنت مقصود تقام بالقرعة مش معقول يعني لكن للأسف الهدف كله زي ما أنتوا شايفين محاولة التقليل من انتصارات الأهلي انتصارات الأهلي اللي آخرها كان الحقيقة ربما دايق أمثال هؤلاء فوز الأهلي على طلاع الجيش الر منتدى للأهلي عملها أنه يبقى متأخر ويرجع ومباراة فيها دراما عالية شوية كان فيها كتير من اللحظات المهمة لكن كمان مستر مارسي الكولر المدير الفني يتكلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بمعاني مختلفة عند البعض شوية نسمعه يتكلم فيها فهو مبدئياً طبعاً ما فيش فرقة، تقعد موسم كامل ما يخشش فيها هداف، فيش عكس معها كبير فيه فيه فرقة قدامك، نحن نحن بلعبش نفسه، بلعب فرقة كويسة، فرقة بردو بتقديو وبتحاول وعندها بردو حلول وده لازم نتقبله في كرة القدم لذلك أهمان نحن بلعبش نفسه، بلعبش نفسه، بلعبش نفسه؟ وكما نحن بلعبش نفسه، فلعبش نفسه؟ لا رجبك التي ترزمها يتواتي تقتل الانتشال هذه الرائمة وبدأ طبعا الطريقة المترجم للقناة 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 في حين انها مجرد حدثة برا بيعدي عدي هو عارف ان ده مش هيحصل تاني او من الصعب جدا يتكرر ليه لانه خلاص وليدة اللحظة وخلصت احنا المشكلة الايامة بتقوم وممكن نماشي مدرب عشان مجرد خطأ حصل دايما بنقف كتير وبندفع تمن كتير تقدير الموقف الغلط نطلع على فاصل وبعد الفاصل اعترافات تاني مهمة عن فوز الاهلي على طبع الجيش ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده مدرب بهذه الدرجة من الواقعية مارسل كولر رائد الواقعية في الكرة المصرية هذا الموسم خدوا منه كلام كتير قوي في المعاني دي وعشان كده حتى الخبراء والمحللين لما بيحللوا اداءوا بيبهم الاخرين عندهم شيء من الموضوعية منهم الكابتن عماد متعب نشوفه كيف عدا النادي الاهلي في هذه المباراة الصعب بدأ الشوت تاني بضغط عالي على فريق طلع الجيش بدأ الشوت تاني بإيجابية بدأ الشوت تاني بالنستغل العرضيات اللي احنا كنا منتكلم عليها ان كان لازم احمد عبدالقادر يدخل جوة الثمانتاشر كان لازم فوق تم الاوات كريم فوقاد يدخل جوة الثمانتاشر كان لازم برونو سافيو يكمل لاني مش طول الوقت هوصل بلعب على الارض لازم يبقى عندي تنوع صحيح في الاداء شوفنا عبدالقادر يدخلوا اللعب الكرة بدماغه بشكل جاي جدا جدا مع انها مش لعبته بالزبط يعني مش بس خلاص بس الكرة عشان ملعوبة نعم سهلة يعني برونو بص وشاف وما رفع شوفر حتى ضعيفة مش سريعة بس في الاخر هي موجهة وتعمل شكل جاي جدا ده اللي كان ينقص النادي الاهلي في الشرط الاول نعم نفس القصة الهدف التاني ضرب الجزاء نعم في زيادة عدية داخل الثمانتاشر كرة بتقع بتروح من لعيب بتروح لللعيب التاني بتروح من لعيب بتروح لللعيب التالي اه شفنا فرصة بعد كده لمحمد شريف اللي حطاها فوق العرضة انا دي اللي بقول الحركة عليها النادي الاهلي بيتمرن عليها بشكل جديد صحيح بينها رجع لتحت وراح اه ما كانش فيه توفيق انها طلعت فالعرضة لكن في الاخر في جمل موجودة وظهرة لما يكون في جمل بتتنفذ وشغل مدير فني لازم يتبرز نعم لازم يظهر للناس فالتنوع اللي موجود بالنسبة للنادي الاهلي في الشرط تاني هو اللي خلاه يقدر يحول التأخر بهدف لمكسب بهدفين كان ممكن يقدر يزود شوف فيه تنوعه وفيه جمل متحفضة وفيه شغل واضح انه شغل مدرب ولما المدرب يعمل حاجة يبقى لان تتبرز ده خلاصة القول لان الحقيقة مثلا برونوسافيو ناس كتير لا تتعاقف أمام أداؤه هو بيلعب السهل ممتنع مصدره شدك بالفرهضة والعنف والعصبية وياخد عينك بالمنظر ده بيلعب السهل الممتنع كنه يعني بيشوقوا السكينة لكن كل كورة مؤسرة جوانه فيها فكر وفيها تحكم وفيها تنفيذ وفيها مهارة الرأي ده بيلعب بسهولة شديدة جدا وبيعمل الأسست بسهولة شديدة جدا ولو شفنا جون التمويهة والترئيس الهادية وقعدين يبص كده يروح لففة يوريلك أنك الرجل هو بيلف بالكورة عشان تلف تقابل عبد القادر يتحرك لك ويلعبها يعني وكأنه يعني معتعد على لعبة ضربات الرأس يلعبها أنه حطاتها بند في الأرض موجهة محطوطة مش عشوائي لا يمكنها بدماغه يعني لازم على رأيك كابتن عماد متعب دي حاجات لازم للناس توقف أمام مواته وقدرها ولازم أن نشوف مع كابتن محمد فاضل هو إيه اللي تغير في الشوت التاني بالزبط نسمعوه 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 رتم الأداء وأن السرعات والضغط عمالة بتتأكد وبتتزايد بس خلي بالك إقاف الدوري مش بس عبطالك ده إدى فرصة للفرق اللي حتقابلك بتشتغل علامات شك هو قضى العشرين يوم بيتضرب عايزك كيف يواجه الأهلي صحيح غير أنك بتلعب بسرعة هو بيتنقل من هدف لهدف فمش هيبقى بالتركيز ده قدامك وإن كان كل الفرق بتعتبر أنه ماتشك يستحق اجتماع مع محافظين ومسؤولين وهذا قدر الأهلي أصلي طبيعي أنا مش شاف أنه ده مش طبيعي أما للناس حتتحفز لمين المدرب بيستنى يصلح وضعه إذا كان متعسرا من خلال تحقيق نتيجة جابية مع الآهل يشفع له شوي ياخد قبلة الحياة إذا كان متعسر طب لو كان بينافس حيرتاح إذا النادي الأهلي دائما هو التارجت ولو لم تكن بقيمة النادي الأهلي اللي مزعل مراته بيصلاحها قبل ما تشل لا يعني دي أكد بتتقال على سبيل الدعام وده حقيقي كل الأنديه كله بيجمع نفسه ويا سيدي وده مطلوب بس مطلوب يتعمل مع كل المنفسين أما التركيز مع النادي الأهلي واحد هو بيحط عبء زيادة على النادي الأهلي وذلك النادي الأهلي اللي ما بيكسب بيكسب بالجدارة طيب هذه الجدارة الحقيقة يعني البعض لما بيلاقي المسألة تتحقق في التوقيت عكس اللي كان يتمنىها تبدأ تدور على أي قطة فتصانة كابتر خالد الغندور في أون تايم سبورت دور على القطة الفتصانة دي لقاها في ضربة الجزاء اللي تحسبت للأهلي هو حسبها العبد الآدر وقيمها على أنها العبد الآدر نشوفه ونشوفها حصلت إزاي لا لا هو صفر على صافيو مش على عبد الآدر لا صفر على عبد الآدر لا على صافيو على صافيو نشوفها نشوفها؟ طب هتوها هتوها نشوفها وعلى فكرة عايز أقول الحاجة بس قبل ما نشوفها بس هو الفار جابوا ليه؟ أنه فار الفار استدعى الحكم ليه؟ ليه؟ قول لي ما استدعى الحكم ليه؟ لا هو ممكن قاله تعالى بص عادي لا هو ترامى الفار قال للحكم تعالى إنها ما فاش ضربة كزها ممكن يا خبت إن يكونوا عنده وجهة نظر على اللقطة معايدة ما فاش فالصف الفار بيجيب الحكم عشان الفار بيجيب الحكم عشان يقول له دين إنا شا ما خلفش إنا شا ما خلفش إنت مختلف ما فاش حاجة؟ لا يابد أن تهي واضح طيب خلاص بس هو ليه ما صفرش على بتاعة صافيو يعني ما صفرش؟ يعني الحكم صفر بعد كرة عبدالقادف سبقي تحت فرصة؟ لا ما فيش تحت فرصة في ضربة الجزاء شوف الجدل الثلاث لعبات يا جماعة كل واحدة فيهم ضربة جزاء الثلاثة في واحدة الثلاثة بتبقى فيه واحدة أوضح من واحدة خلاص هو تأكد إن فيه ضربة جزاء في اللقلة دي إنك إنت اللعبة دي ما يقدرش فوت الثلاثة بقى أنا عايز بس حسبها السافيو وحسب التانية بص الجماعة قد الخطأ أهو قد الخطأ بص أهي الأولينية طب بصوا التانية بقى جريمة التالتة اللي خالد مش عايزها لا استنى بقى شوف الأولينية بتاعت أكرم حسبها السافيو طب شوف بتاعت إن ما كانش حسبها السافيو هتبقى ضربة جزاء لمين أهو استنى لا بي كامل يعني هو هو بعد أكرم استنى هو النبي عشان فيه لقطة هنا وهو إيده ماسكة عصبة رجل عبدالقادر مدينش تلت حسبة لمين تبقى تتلغي ده أقلهم عبدالقادر تستحق ضربة جزاء لا والله العظيم بص بص ديات أهي ده راجل جن رايح على عيد يعني هو أنا هسأل سؤال بص رقصه بص إيده بص لا سنة بقى لا فيه لقطة تانية بص بص يقول لك لعب الكورة أنا كورة استنى لا اللقطة فيه لقطة تانية حتجي لك بوضوح جدا حتجي لك بوضوح جدا ما فيهاش ضرب الجزاء لقى إنها تحسبت على ده مش ده يا أخي إيه الجرأة دي بص بقى مع أكرم طب مع سافيو ده طايح الراجل بقول لكم يتحسب عليه بدلتي ثلاث مرات مش عاجب حد اهي اتفاض يمكن بص يمكن منها بص مع أكرم لا عيب ما نطش معاه هو نطعت عليه ده بيهرس تهريس منه شحل بص يا خبر هتيجي بقى غريبة من هنا اللقطة الجاية بقى هتيجي من هنا هو على فكرة اللي أنا عرفته استاني بس استاني ونبع عشان نشوف دي مش مسألي أنا ما هميليش حساب على مين هو لو يطول يحسبها هاتلت ضربات جزاء كان حساب ها هو أنت ليا الشواري مش عايز تجيب لنا الصورة اللي باينا سمير فيه صورة يا أخوانا فيه صورة بعد دي بص بيديه الشمال بص بيديه الشمال بص بيعمل ايه كابتن ياسر عبدالر انتخذتوا بالكم من القفزة بتاعت جون عشان بس كابتن ياسر عبدالرقوف قال كلمة غريبة جدا لا لا استاني لا يا حبيب أنا عايز أشوف بتاعت عبدالقادر بص بيديه الشمال في ظهر أكرم هي دي ثم في الوش السافي كمل كمل عايزين نشوف بتاعت عبدالقادر وهو ماسكه من قصب وبعدين معاكم هو هو مش هو اللي صور يا مش مانت يا أستاذ براهيم أنا شوفتها طيب ما هي جوز مش متوفرة لا لا يبقى ما بيجبوش اللقطة كاملة ما بيجبوش اللقطة كاملة ليه الله ده ماسك قصبت رجله ما صورش هو هو على فكرة يا جماعة محمد عادل أخذ القرار بعد كورة سافيه لكنه هو انتظر أنه هيدي فرصة الشريف ممكن يسجد لما كملت بالخطأ رح حاسب بنالته على طول لكن أنا أقول لكم من العبس أننا ننتظر عبدالقادر صدقوني يعني أنت المفترض لأول وهلة ضربته بإيده الشمال على ضغط أكرم أنا مش عايز عبس البهوات اللي برروا عشان تعرف التدليس قال لك ده لعب الكورة ما لمسه أصبت عبدالقادر هو مسكة مسكة كده في لقطة دوروا عليها لو سمعت طيب إحنا للأسف دهمنا الوقت طيب استنى بس عشان نقول التالت كابتن ياسر قال لك كورة سافيو حيروح فين ده رجليس هابت على الأرض ده كان في الهواء ونازل على سافيو كده يا جماعة محمد صلاح شوف موسناريو بنفس بنفس الوردن بنفس الأرض ياسر عبرقوف وحد اسمه محمد صلاح وجريش وجريش على العظيم والكابتن جهد جريش يا كابتن جهد يعني يعني ونبي السينوريهات دي عايزين تكسابوا حاجات مش على قفى النادي الأهلي ومش على حساب النادي الأهلي عايزين تهاجموا بعضيكو ما تاخدوش الأهلي سكتكو عايزين تصالحوا ناس على حساب ناس مش على حساب الأهلي ومصالح الأهلي أعتقد المسألة كانت أوضح من أن يختلف عليها لكن أعتقد الفوز تعب ناس كتير برضو فحبت تدور على أي حاجة حتى لو تجاوزت عن ثلاث ضربات جزاء ثلاثة في واحد مفيش واحدة أبدا مالت عينيهم ألف مبروك للأهل انتصاراته اليوم في الكرة الطائرة تحت 14 سنة والفريق الأول في إنجاز مهم جدا حمل رسائل كتير وفوز أيضا فريق كرة القدم النشئين 2006 على الزمالك دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع لكم